لكن السؤال، ليه هذا الهجوم الشرس والحرب الضارية والضروس بالتحديد ضد سفر التكوين؟ ليه؟ تمام، عايز أوريك على الشاشة دلوقتي التكوين سفر التكوين وارتباطه بأجزاء الكتاب المقدس وهنشوف ليه الشيطان شاطر جداً أنه يهاجم هذا الجزء من الكتاب المقدس فزي ما احنا شايفين على الشاشة قدامنا دلوقتي بنبدأ بالخلق والله خلق من العدم والخلق عملية معجزية ما هي عملية حصلت بالتتابع نتيجة تفاعلات كيموية هيدروجين وإكسوجين ونيتروجين وكربون خبطوا في بعض بالصدفة عملوا حاجة اسمها الأمين وأسدز الأحماض الأمينية الأحماض الأمينية عملت البروتين البروتين عمل الخلية الخلية انقسمت وعملتني وعملتك واضح قال الله وقال الله ليك النور بالزبط كده لأن الله هو مصدر القوة والحياة والحياة تنشأ من حياة يعني المادة مش ممكن تطلع حياة لازم يكون مصدر حياة زمان كانوا فاكرين لو جبت حتة لحمة مثلا وسبتها تتعفن هتطلع منها ديدان قال لك هي حاجة ميتة وبتطلع حاجة حية جال ويس باستير درس الموضوع ده لقى فيه بويضات موجودة للزباب وهي اللي فأست في المكان بتاع اللحمة المتعفنة دي وطلعت منها ديدان فطلع حاجة اسمها بايوجينيسيز يعني ايه بايوجينيسيز؟ يعني الحياة تنشأ من الحياة وده كل الناس متفق عليه لكن ييجوا عند الخلق ويقولك لا الحياة نشأت من عدم الحياة فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس بالزبط لأن الحياة لازم تنشأ من حياة ما تنشأش من المادة والخلق طبعا ليه تفصيلات كتيرة زي ما حضرتك قلت احنا ناخد فكرة عامة مش هنقدر ندخل في التفصيلات الآن لكن عايزة أقول أن الترنيمة اللي بتترنم في السماء بتترنم لأنك خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت فترنيمة الملايكة في السماء بتقول الله الخالق وإحنا هنا على الأرض البشر المحدودين بنقول له لا أنت ما خلقش احنا جينا من تفاعلات كيموية شوف قد ايه بعدنا عن كلمة الله موسيقى